من هنا جاء في تفسير الميزان اعزائي في تفسير الميزان في ذيل هذه الآية في المجلد الرابع صفحة 207 يقول فكأنه جعل ارث الانثى مقررا معروفا واخبر بان للذكر مثله مرتين او جعله هو الاصل في التشريع هذه عبارات محمد عبد ولهذا انا مرارا ذكرت للاعزة اللي يريد يقرم مولانا تفسير الميزان فليكن بجنبه ثلاث اربعة تفاسير حتى يشوف اشقد عبارات ما لاته سيد الطبطاء واشقد عبارات ماذا هذا مو معنى انه انا اريد اقول انه سيد الطبطاء لا هو معند نظر بس وجد انه هذا التوجيه اللي يقال وجد انه هذه العبارة مؤدية هسه الا ان يبدل جنو العبارة نعم الان في المنظومة العلمية يقولها مادام اخذ العبارة من فلان لابد جنو ولكن لابد يشير المصدر ولكن هاي القضية متنتهي لانه احنا محمد عبدهم لابد نراجع انه محمد عبدهم ممن ما اخذه فاذا ما اخذه من اليف الراجع اليف جنو منين ما اخذه الى ان نوصل الى مصدرها وان ما تخلص انشاء الله نص العبارات ما ادري قال اما كأنه حتى كأن العبارة كأنه اخذ اربع تفاسير تفسير محمد عبده يكون بايديكم تفسير روح المعاني للالوسي بايديكم وتفسير البحر المحيط للاندلسي بايديكم عند ذلك انظروا ماذا يبقى لآراء شنو ماذا يقول ما يبقى ولكن عند ذلك اطمئنه لن يخرج الا اكثر من مجلد او مجلدين هذه مطالب منه مطالب من مطالب سيطة طبطب علي نحن يقول ولولا ذلك لقال للانثى نصف حذ الذكر واذا لا يفيد هذا المعنى ولا يلتأم السياق هذا ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به هذا من المورد الثاني